شباب ازيكم عاملين ايه؟ طبعا دلوقتي احنا هنقش في الباب الخامس وده اول جزء في الباب الخامس اللي هو عندنا في الملزمة اول ورقتين طبعا الجزء ده صغير جدا بس هو في شوية تفاصيل يعني هو جزء صغير بس في تفاصيل والاسئلة بتاعته فيها شوية كلام ممكن بعد ما نخلص هو حل معك الاسئلة اللي كانت في الشيط تمام؟ طبعا حنا لما جينا اخدنا بدرس ده اخدنا دولة الجزائر والتلاك بالنسبة للجزء بتاع الخليج العربي اشير حلوك اونلاين على لايت بورد هتفهمه ان شاء الله والدنيا هتبقى سعلى تسيبك بقى من الرسم اللي انا رسمه ده كله خليك معاي كلمة بكلمة الباب الخامس بيتكلم عن التوسع الاستعماري في البلاد العربية ان في ديوال استعمارية زي انجلترا وفرنسا هيحتلوا بعض البلاد العربية زي مصر الجزائر تونس المغرب ليبيا الخليج العربي الكلام ده كله فهو الباب الخامس كله بيتكلم عن حاجة واحدة الباب الخامس بيتكلم ان البلاد العربية هتوقع تحت الاستعمار فاول منطقة المفروض ان انا هتكلم عنها هتوقع تحت الاستعمار منطقة اسمها منطقة الخليج العربي سنى بقى اقولك المقدمة مقدمت الباب ده بتقولك ان مصر وقعت تحت الاستعمار سنة 1882 طبعا كلنا عارفين ان انجلترا احتلت مصر سنة 1882 بعد فشل الثورة العربية فاكرين الحتة دي لما احمد عربي وانجلترا اشتبكوا في التل الكبير وانجلترا كزبا فالك هو سنة 1882 مصر وقعت تحت الاحتلال بعدها السودان كانت تحت الاحتلال سنة 1884 فالك هو مصر وقعت 1882 تحت الاحتلال بعدها السودان 1884 قالك وكانت معظم البلاد العربية تحت الاحتلال لما قامت الحرب العالمية الاولى سنة 1914 كلنا عارفين المعلومة دي ان الحرب العالمية الاولى قامت سنة 1914 فالك لما قامت الحرب العالمية الاولى سنة 1914 كانت تقريبا كل البلاد العربية تحت الاحتلال البلاد العربية اللي من اول المحيط لحد الخليج كل البلاد العربية من اول محيط لحد الخليج تقريبا كلها تحت الاحتلال مصر الجزائر تونس المغرب ليبيا الكلام ده كله كان تحت الاحتلال معادة اللي ما كنوش تحت الاحتلال هما قلب شبه الجزيرة العربية الحجاز سوريا العراق دول اللي ما كنوش تحت الاحتلال لكن كل البلاد العربية الباقية كانت تحت الاحتلال يبقى تانا يا جماعة مقدمت الباب ده قالك ايه قالك ان مصر وقت تحت الاحتلال 1882 بعدها السودان siglo 1884 ولما قامت الحرب العالمية الأولى سنة 1914 كانت كل البلاد العربية تحت الاحتلال كل البلاد العربية من أول المحيط لحد الخليج تحت الاحتلال مع قلب شبي الجزيرة العربية سوريا الكبرى الإعلاق الحجاز دول اللي ما كانوش تحت الاحتلال أول منطقة هنتكلم عنها هتوقع تحت الاحتلال منطقة اسمها الخليج العربي وجنوب شبي الجزيرة العربية ده المنطقة اللي أنا بحدد عليها هاي دي المنطقة اللي هتوقع تحت الاحتلال المنطقة اللي هتوقع تحت الاحتلال المنطقة اسمها منطقة الخليج العربي دي اول منطقة وجنوب شبه الجزيرة العربية يبقى انا بتكلم عن الشرق والجنوب يبقى المنطقة اللي هتوقع تحت الاحتلال تاني هو منطقة اسمها الخليج العربي ومنطقة اسمها جنوب شبه الجزيرة العربية هي دي المنطقة اللي هتوقع تحت الاحتلال اساد زي وكلنا عارفين ان المنطقة دي اللي هتحتلها هي انجلترا يبقى تانا يا جماعة انا خلصتوا يعتبر الحصة اول منطقة هتوقع تحت الاحتلال منطقة يسمى منطقة الخليج العربي وجنوب شبه الجزيرة العربية باشا الناس كلها عارفة ان دي مصر هنا البحر الاحمر والمنطقة دي اسمها شبه الجزيرة العربية والحتة اللي هنا دي اسمها الخليج العربي اول مرة اول مرة انجلترا فكرت تحتل مصر خلي بالك هي انجلترا اسف اول مرة فكرت انجلترا تحتل الخليج العربي قالك ان انجلترا هتحتل منطقة الخليج العربي على 3 مراحل يبقى انجلترا لما هتيجي تحتل منطقة الخليج العربي هتحتل الخليج العربي على 3 مراحل يبقى انا جماعة قالك ان انجلترا هتحتل منطقة اسمها منطقة الخليج العربي وجنوب شبه الجزيرة العربية انجلترا هتحتل الخليج العربي على 3 مرات مش هتحتل الخليج العربي كل مرة واحدة خليج العربي دي أمني أكتر من منطقة هي مش هتحتل الخليج العربي كل مرة واحدة هي تحتل الخليج العربي على ثلاث مرات أول مرة عندما جاء الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798 طبعا كلنا عارفين الباب الأول في حملة اسمها الحملة الفرنسية جاءت على مصر والحملة الفرنسية جاءت على مصر عشان تضرب مستعمرات انجلترا في الهند مش عايز بقى حد يتغبى في الحتة دي تمام الحملة الفرنسية الحملة الفرنسية فرنسا جاءت احتلت مصر عشان تضرب مستعمرات انجلترا في الهند يبقى اللي ليها مستعمرات في الهند هي دولة انجلترا او تاني اللي ليها مستعمرات في الهند هي دولة انجلترا يبقى الناس معايا ان اللي ليها مستعمرات في الهند هي دولة انجلترا خليني يبقى في اول ايه في اول خريطة الحملة الفرنسية جات مصر سنة 1798 يعني الحملة الفرنسية جات مصر اواخر القرن ال 18 الحملة الفرنسية جات مصر عشان تدرم مستعمرات انجلترا في الهند يعني الحملة الفرنسية عايزة تطلع من مصر للهند فرنسا احتلت مصر عشان تدرم مستعمرات انجلترونة في الهند. يعني فرنسا عايزة تتحرك من مصر تروح للهند. وفرنسا عشان تتحرك من مصر تروح للهند قدامها 3 طرق. اول طريق انها تاخد طريق عمان. ثاني طريق تاخد البحر الاحمر. وتنزل هنا عند جزيل بريم. ثالث طريق تاخد طريق حتة اسمها لحد وعدن. هي بقتانا يا جماعة. الحاملة الفرنسية عشان تتحرك من مصر تروح لحد الهند. لسه ما بصش في الملزمة. هتبص في الملز الحملة الفرنسية عشان تتحرك من مصر تروح للهند فكر في الكلمة دي هي الحملة الفرنسية عايزة تتحرك من مصر للهند تدرب مصالح انجلترا تدرب مستعمرات انجلترا فقالك الحملة الفرنسية عايزة تتحرك من مصر تروح للهند قدامها تلات طرق اول طريق طريق عمان تاني طريق طريق جزيرة اسمها جزيرة بريم تاني طريق طريق حتة اسمها لحج وعدل طب ما تجي نعيد الكلام ده اول منطقة هتوعى تحت الاحتلال منطقة اسمها منطقة الخليج العربي وجنوب ش الشبهة جزيرة العربية الثاني اول منطقة هاتع تحت التاحت الاختلال منطقة اسمها الخليج العربي وجنوب الشبي得akter العربية اللي هتحتل المنطقة ذي كلها هي دولة انجلترا انجلترا هتحتل الخليج العربي على ثلاث مراحل المرحلة الاولى انجلترا اصلا مكنش في ماغغة مصر ولا كان في ماغغة منطقة الخليج العربي لما الحملة الفرنسية جاءت علي مصر سنة 1798 الحملة الفرنسية جاءت مصر عشان تضرب مستعمرات انجلترا في الهند تمام؟ أساتذة الحملة الفرنسية جات مصر عشان تدرب مستعمارات إنجلترا في الهند طب الحملة الفرنسية عشان تطلع من مصر تروح للهند قدامها 3 طرق أول طريق طريق عمان طب أساتذة إنجلترا تروح تسيطر على عمان عشان تمنع وصول الحملة الفرنسية إنجلترا تسيطر على بريم عشان تمنع وصول الحملة الفرنسية وتسيطر على رحج وعدنة عشان تمنع وصول الحملة الفرنسية يبقى الحملة الفرنسية لو حابت تطلع من مصر تروح للهند قدامها 3 طرق اللي هتجري تسيطر ع 3 طرق دول هي انجلترا يبقى انجلترا هتسيطر ع 3 اماكن دول عشان تمنع وصول الحملة الفرنسية للهند أسات ذا أول حاجة طريق عمان قالك ان انجلترا هتروح تعمل معاهدة مع سلطان عمان يبقى هنا أول حاجة انجلترا هتروح bịعمل معاهدة مع سلطان عمان سنة 1798 انجلترا هتعمل معاهدة مع سلطان عمان سنة 1798 قارت لسلطان عمان اول حاجة يا سلطان عمان اطرد كل الرعاية الفرنسيين انجلترا قارت لسلطان عمان اي واحد فرنسي عندك اطرده بره عمان تاني حاجة انجلترا قارت لسلطان عمان اوعى تعمل اي شركة فرنسية او اي شركة هولندية يبقى انجلترا قارت لسلطان عمان عدم السماح بكيام اي شركة فرنسية او اي شركة هولندية ليه لاني كان فيه مشاكل او كان فيه علاقة بين فرنسا وهولندا يبقى تاني يا جماعة قلتلك في الوقت ده الناس اللي فهمت انجلترا عملت معاهدة مع سلطان عمان هي انجلترا بتعمل معاهدة مع سلطان عمان شان تمنع وصول الحملة الفرنسية للهند فانجلترا قارت لسلطان عمان انت هتطرد كل رعاية الفرنسيين اللي عندك تاني حاجة اوعى تعمل اي شركة فرنسية او اي شركة هولندية يبقى كده مصالح فرنسا وهولندا اتضربوا لان هي قارت لسلطان عمان بتعملش اي شركة فرنسية او اي شركة هولندية وقارت لسلطان عمان احنا هنحط عندك حامية عسكرية بريطانية انجلترا قارت لسلطان عمان احنا هنحط عندك حامية عسكرية بريطانية يعني يا سلطان عمان اسمح لنا نحط عندك جيش بريطاني عشان نأمن طريق مواصلاتنا اللي بيروح للهند يبقى ايزا يا جماعة اول مرة الجيش البريطاني يخش الخليج العربي دخل حتة اسمها عمان اول مرة الجيش البريطاني يدخل الخليج العربي كان دخل حتة اسمها ايه عمان طب باشا انا اعيد لك اللي هتحتل منطقة الخليج العربي هي دولة انجلترا هتحتل الخليج العربي على 3 مراحل اول مرحلة عند مجيء الحاملة الفرنسية لما جات الحاملة الفرنسية سنة 1798 الحاملة الفرنسية عايزة تتحرك من مصر تروح لحد الهند فانجلترا هتبنع هي الحملة الفرنسية عشان تتحرك من مصر للهند قدامها 3 طرق طريق عمان طريق لحجو عدن طريق جزير بريم انجلترا هتسيطر على 3 اماكن اول حاجة سلطان عمان عملت مع معاهدة فقالك عملت معاهدة مع سلطان عمان سنة 1798 قريتل انت هتطرد كل الرعاية الفرنسيين او عتعمل اي شركة فرنسية او اي شركة هولندية كمان هنحط عندك حامية عسكرية بريطانية طب اصد ذا تاني حاجة انجلترا هتروح تحتل جزيرة اسمها جزيرة بريم سنة 1799 افرد لو الحملة الفرنسية حبت تروح الهند عن طريق البحر الاحمر امشي معايا كده الحملة الفرنسية طرعت من مصر حبت تروح الهند عن طريق البحر الاحمر لو الحملة الفرنسية حبت تروح الهند عن طريق البحر الاحمر لازم تعدي هنا على جزيرة اسمها جزيرة بريم فلكن انجلترا هتروح تحتل جزيرة بريم سنة 1799 انجلترا تحتل جزيرة بريم سنة 1799 يعني بعد ما جاء الحملة الفرنسية بسنة مش الحملة الفرنسية جاءت 1789 انجلترا تحتل جزيرة بريم 1799 يبقى تاني انجلترا تحتل جزيرة بريم 1799 اسات زي انجلترا تحتل جزيرة بريم شان تمنع وصول الحملة الفرنسية للهند عن طريق البحر اللحمر جزيرة بريم دي مكانها عندي حتة اسمها باب المندب جزيرة بريم دي في البحر الأحمر عندي حتة اسمها مضيق باب المندب أساب زي آخر حاجة انجلترا هتروح تسيطر على لحج وعدن آخر حاجة انجلترا هتروح تعمل هتسيطر على لحج وإيه وعدن فقالك انجلترا عملت معاهدة مع سلطان لحج وسلطان عدن دي منطقة ودي منطقة دي حتة ودي حتة انجلترا هتروح تعمل معاهدة مع سلطان لحج وسلطان عدن وتقول له سلطان لحجو عدم احنا هنحط عندكم حامية عسكرية بريطانية انجلترا هتقول له سلطان لحجو عدم احنا هنحط عندكم حامية عسكرية بريطانية يعني هنحط عندكم جيش بريطاني شان نأمن طريق موصلاتنا اللي بيروح للهند فانجلترا قالت لسلطان لحجو عدم احنا هنحط عندكم حامية عسكرية بريطانية هنحط عندكم جيش بريطاني شان نأمن طريق موصلاتنا اللي بيروح للهند فيها مشكلة حد نها سبزة؟ تقريبا الكلام سهل يبقى كده انجلترا سيطرت على ثلاث اماكن انجلترا سيطرت على العمان سيطرت على لحج وعدل سيطرت على جزيرة بريم اسات ذا هي انجلترا سيطرت على الاماكن دي لما جات لمصر حاملة اسمها الحاملة الفرنسية يبقى اول مرة انجلترا سيطر على الاماكن دي لما جات لمصر حاملة اسمها الحاملة الفرنسية عملت معاهدة مع سلطان عمان احتل الجزيرة بريم 1799 ومعلومة تانية الحملة الفرنسية تمشي سنة 1801 لما تمشي الحملة الفرنسية من مصر سنة 1801 انجلترا هتسيب جزير بريم يعني انجلترا اصلا هتسيب جزير بريم سنة 1801 اخر حاجة انجلترا هتعمل معاهدة مع سلطان لحج وسلطان عدل سنة 1802 قالت له سلطان لحج وعدل احنا هنحط عندكم حامية عسكرية بريطانية عشان نقال من طريق موصلاتنا اللي بيروح لحد الهند دي كانت اول مرحلة انجلترا تسيطر على خليج العربي شباب المرحلة التانية الانجلترا تسيطر فيها على الخليج العربي ركز لقو فيها عشان فيها محمد علي والباب التاني قالك انجلترا كانت قاعدة بصوا رقصة ايه انجلترا كانت قاعدة بترائب الملاحة كلمة انجلترا بترائب الملاحة يعني بترائب حركة السفن قالك عادي انجلترا قاعدة بترائب الملاحة بترائب حركة السفن في المحيط الهندي وبحر العرب انجلترا قاعدة بترائب حركة السفن في المحيط الهندي وبحر اسمه بحر العرب قالك ان انجلترا قعدة بتراب الملاحة في المحيط الهندي وبحر العرب شان تأمن طريق مواصلاتها اللي بيروح للهندي يبقى تانا جماعة انجلترا قعدة بتراب الملاحة في حتتين انجلترا بتراب الملاحة في المحيط الهندي وبحر العرب كمان انجلترا بتراب الملاحة في المحيط الهندي وبحر ايه العرب قالك ان انجلترا بتراب الملاحة في المحيط الهندي وبحر العرب شان تأمن طريق مواصلاتها اللي بيروح للهند هنقولها كمان مرة يبقى انجلترا بترايب الملاحة في المحيط الهندي وبترايب الملاحة في بحر العرب عشان تأمن طريق مواصلاتها اللي بيروح لحد فين الهند انجلترا هي بترايب حركة السفن اتفاجئت بظهور محمد علي هي بانجلترا وهي بترايب حركة السفن في المنطقة دي اتفاجئت بظهور محمد علي هي اتفاجئت بظهور محمد علي على رأس الخليج العربي محمد علي ظهر على رأس الخليج العربي من فوق محمد علي ظهر في المنطقة دي بعد ما أضع على حركة اسمها الحركة الوهابية وانتعرفين لما أضع على حركة الوهابية اللي هي بتاعت محمد عبد الوهاب في الباب التاني أضع على حركة الوهابية وأسقط دولة اسمها الدولة السعودية الأولى يبقى محمد علي كان أضع على حركة اسمها الحركة الوهابية وأسقطت دولة السعودية الأولى يبقى أنا عايز أقول تلك كلمات أخلص بيوم الحصة شباب انجلترا قعدة بترقى بالملاحة في حتة اسمها المحيط الهندي وحتة تانية اسمها بحر العرب انجلترا اتفجأت بظهور محمد علي هنا محمد علي ظهر في الحتة دي ظهر على رأس الخليج العربي من ناحية الشمال ظهر في الحجاز لما كان في الباب التاني قضى على حركة اسمها الحركة الوهابية بتاعت محمد عبدالوهاب ألا سعود فلكن انجلترا اتفجأت بظهور محمد علي انجلترا مرة واحدة لقيت محمد علي على رأسها من فوق بعد ما أضع على حركة الوهبية بص الكلمة اللي جاية محمد علي هنا انجلترا تشككت في نوايا محمد علي الاستعمارية انجلترا شكت ان محمد علي ممكن يكون عنده نوايا استعمارية وعايز يوصل لحد طريق موصلاتها في الهند فلكن انجلترا تشككت في نوايا محمد علي الاستعمارية انجلترا شكت ان محمد علي ممكن يكون عنده نوايا استعمارية انجلترا شكت ان محمد علي ممكن يكون عايز يوصل لطريق موصلاتها في الهند طب محمد علي عشان يتحرك من هنا لحد الهند لازم يعدي على المنطقة اللي أنا ملونها دي المنطقة دي اسمها الخليج العربي يبقى الناس اللي فيهمت يا جماعة قلتلك ان انجلترا اتفجأت بزهور محمد علي هي انجلترا كانت قاعدة بترقى بالملاح بترقى بحركة السفن في المحيط الهندي وبحر العرب انجلترا بترقى بحركة السفن في المحيط الهندي وبحر العرب اتفجأت انجلترا بزهور محمد علي انجلترا مرة واحدة لقيت محمد علي يظهر لها هنا محمد علي كان يظهر لها هنا لما قضى على حركة اسمها الحركة الوهابية انجلترا بصت فور لقيت محمد علي خافت حققت خاف خافت ان محمد علي يكون عند نوايا استعمارية خافت ان محمد علي يوصل لطريق موصلتها في الهند فانجلترا عملت ايه انجلترا عايزة تسيطر على منطقة اسمها الخليج العربي ومحمد علي عشان يتحرك من هنا للهند لازم يعدي على حتة اسمها الخليج العربي ده اسمها امارات الخليج العربي الخليج العربي ده متقسم امارات فانجلترا تعمل معاهدة مع شيوخ امارات الخليج بص بقى انجلترا تعمل معاهدة مع شيوخ امارات الخليج المعاهدة دي اسمها معاهدة الصلح العامة سنة 1820 انجلترا عايزة تقمن طريق موصلاتها خافت ان محمد علي يتحرك لحد الهند فتحت الخريطة انجلترا فتح الخريطة بصت لقيت ان محمد علي عشان يتحرك من هنا لحد الهند لازم يعدي على حتة اسماء الخليج العربي فانجلترا قررت تعمل معاهدة مع شيوخ امارات الخليج حكام امارات الخليج انجلترا تعمل معاهدة مع شيوخ امارات الخليج سنة الف تونين وعشرين اسماء معاهدة صلح العامة قارت لهم في المعاهدة دي تحريم الكرسنة اوعى اي حد فيكم يعمل عمليات كرسنة وانتو كلكم عرفتوا كلمة كرسنة يعني محدش يسرق في البحر فانجلترا بتقولهم تحريم الكرسنة اوعى حد يعمل عمليات كرسنة محدش يسرق في البحر هنفتكروا محمد علي ونموته انجلترا قالت مشوفش اي حد بيسرق في البحر فانجلترا قالت لشيوخ امارات الخليج تحريم الكرسنة تاني حاجة قالت هلهم تحريم تجارة الركيج وقفوا تجارة العبيد وقفوا سوء العبيد اللي انت بتعملوه تجارة رقيق اللي كانت بتعملها عمان فانجلترا قررت لهم تحريم الكرسنة وتحريم تجارة رقيق اللي بتعملها سلطنة ايه عمان بص بقى المعاهدة دي المفروض بتخلص كلمة معاهدة يعني لها مدة سنة او سنتين وتخلص المعاهدة دي كل ما تخلص انجلترا بتجددها يبقى معاهدة صلح العامة كانت سنة 1820 المفروض المعاهدة دي ليه مدة وتخلص كل ما المعاهدة تخلص انجلترا بتجددها فلكن انجلترا قامت بتجديد هذه المعاهدة اكتر من مرة المعاهدة دي كل ما بتخلص انجلترا بتجددها فلكن انجلترا جددت هذه المعاهدة اكتر من مرة انجلترا كل شوية بتجدد المعاهدة مش بس كده لما شيخ من امارة يتخانق مع شيخ في امارة تانية لما امارة تانية يتخانق مع بعض هي كل امارة عليها شيخ لما امارة تتخاني مع امارة هي اللي بتخش تحكم بينهم يبقى انجلترا بقت مسيطرة على المنطيقة لدرجة انه مقفى امارة تتخلم مع امارة انجلترا هية لي بتخش تفسل وتحكم بينهم. اخر حاجة بيقولك ان المعاهدة دي اخذت شكل من اشكال الحماية البريطانية. بص بقى كلمة قال게 ان المعاهدة دي اخدت شكل من اشكال الحماية البريطانية كلمة اخدت شكل من اشكال الحمية البريطانية يعني انجلترا هتدخل بجيشها في الخليج العربي يعني انجلترا هتحط جيشها البريطاني في الخليج العربي فلكن المعاهدة دي ما كانتش مجرد معاهدة على الورق المعاهدة دي مش مجرد ورق بيتكتب المعاهدة دي اخدت شكل من اشكال الحمية البريطانية يعني انجلترا حطت جيشها في الخليج العربي عشان تمنع وصول محمد علي للهند يبقى كده يا جماعة انجلترا بتسيطر على منطقة اسمها الخليج العربي انجلترا بتسيطر على الخليج العربي ازاي انجلترا بتسيطر على الخليج العربي وجنوب شبه الجزيرة العربية سيطلت على ثلاث مراحل اول مرحلة لما جات الحملة الفرنسية عملت معاهدة مع سلطان عمان احتلت جزيرة بريم عملت معاهدة مع سلطان نحج وعد المرة التانية لما محمد علي ظهر على رأس الخليج بعد ما قضع الحركة الوهابية المرة الثالثة برضو محمد علي ظهر هنا في حتة اسمها اليمن محمد علي راح اليمن سنة 1837 كان بيحارف في اليمن باسم السلطان العثماني ما خدناهاش دي يا مستر لما كنا في باب محمد علي ما قلناش الحتة دي هو ما لهاش ساعد باب محمد علي بيقولك دلوقتي ان كان في حرب محمد علي دخلها في اليمن سنة 1837 والحرب دي محمد علي كان رايحها باسم السلطان العثماني يبقى محمد علي راح يحارف في اليمن سنة 1837 راح باسم السلطان طب ثانية واحدة محمد علي في اليمن هو قريب قوي من دولة الهند اللي هي فيها مصارح انجلترا انجلترا خفت انجلترا راقت محمد علي في اليمن راقته يا من الجزمة نخلص منك فوق نلاقيه الجتلين هنا فانجلترا راقت محمد علي موجود في اليمن خافت انجلترا ان محمد علي يروح من اليمن للهند ثانية واحدة محمد علي عشان يتحرك من اليمن للهند لازم يعدي هنا على حتة اسمها لحن وعدم محمد علي عشان يتحرك من اليمن للهند لازم يعدي هنا على حتة اسمها لحن وحتة تانية اسمها عدم يبقى تانا جماعة انجلترا تروح تسيطر على لحج وعدم عشان تمنع وصول محمد علي من اليمن لحد الهند قولها معايا كده تالت مرة انجلترا تسيطر على خليج عند وصول محمد علي لليمن سنة 1837 محمد علي هيروح اليمن 1837 باسم السلطان العثماني فانجلترا خافت ان محمد علي يتحرك من اليمن لحد الهند تاني انجلترا خافت ان محمد علي يتحرك من اليمن لحد فين الهند فانجلترا عرفت ان محمد علي عشان يتحرك من اليمن للهند لازم يعدي على حتة اسمها لحج وعد ده اللي يخلي انجلترا تكون باحتلال عدم 1839 ده اللي هيخلي انجلترا تقوم باحتلال عدن 1839 هي مش كانت عاملة معاهدة هنا مع سلطان لحج وعدن وكانت حطى جيشها اه كانت حطى حماية بريطانية كانت حطى جزء صغير من الجيش لكن دلوقتي الامريات الخطر بيقرب قامت انجلترا باحتلال عدن دخلت بجيشها كل عدن 1839 وعملت معاهدة وعملت معاهدة مع سلطان لحج وعملت معاهدة مع سلطان ايه لحج عملت معاهدة مع سلطان لحج قالت سلطان لحج في المعاهدة دي انت هتأمن طريق مواصلاتنا للهند انجلترا قالت لسلطان لحج انت اللي مسؤول ان انت تأمن طريق مواصلاتنا للهند انجلترا قالت سلطان لحج انجلترا قالت لسلطان لحج في المعاهدة دي يا سلطان لحج رائب اتباعك انهما ما يسهلوش الطريق لمحمد علي اوعى اي حد من اتباعك يسهل الطريق لمحمد علي يبقى انجلترا احتلت عدن لكن لحج عملت معاهدة مع سلطان لحج مرضيتش تحتل لحج اكتفت ان هيها تعمل معاهدة مع سلطان لحج وقالت لسلطان لحج احنا عايزينك تأمن طريقنا لحد الهند اوعى اي حد من اتباعك يسهل الطريق لمحمد علي ان هو يروح للهند كده باشا انجلترا فرضت سيطرتها على منطقة اسمها منطقة الخليج العربي وجنوب شبي الجزيرة العربية قريبا في الشيط اول 13 سؤال الشيط اللي انت اخدتو معانا اول 13 سؤال نبدأ انحلوهم يلا مع الله تمام